طيب ليه مش بنشوف دلوقتي زي زمان فوزير هل ده ما بقاش قلاص يتناسب مع العصر بتاعنا لا اعتقده مناسب في كل عصر والدليل ان احنا يعني لسه حتى الترشيحات بتاعت الاوسكار فيها فيلم استعراضي وكان من سنوات فيه كذا اكتر من فيلم استعراضي ده مش بكلم على الاستعراض الاستعراض انا فاهم يا فن انا بقول لحضرتك ان الاستعراض عموما له جماهيرية كبيرة جدا يعني حتى هذه اللحظة فن الاستعراض مقبول جدا وفن الجمهور بيحبه الفوزير كانت بتجمع ما بين الاستعراض وما بين مشاهد تمثيلية واسكيتشات فده كان لون الجمهور المصري بيحبه بشكل كبير لكن لو بصينا على اللون ده هنلاقي ان اللون ده بيحتاج ديكور بيحتاج ملابس وقبل اللي حاجتين دول بيحتاج نقدر نقول ممثلة او مؤدية من طراز خاص يعني احنا شفنا ده مع نيلي شفنا ده مع شريهان شفنا ده مع ندين ما ينفعش تكون مثلا اجيب حد راقص محترف وخليه يعمل فوزير لازم يقى فيه عوامل اخرى بتخش في المسألة فبنى الفوزير كعمل فني بيقدم في رمضان او مرتبط به في رمضان حتى لو ما كانش مرتبط بالاستعراض لان البداية كانت مثلا مع سلاسي اضواء المسرح لو حبينا نتكلم على البداية عن الفوزير يعني الفكرة كلها ليها علاقة بالقبول وليها علاقة به عوامل كتير جدا بتحتاج انها تتضافر علشان تطلع فوزير فممكن العوامل دي لو عامل فيهم واحد بس اختل ممكن العمل كله ما يلاقيش القبول عند الجمهور ما يلاقيش اللينك اللي كان بيحصل ما بيننا وما بين نيلي او ما بيننا وما بين شريهان زي ما كان حاصل قبل كده وبالتالي لازم يقى فيه شاعر غنائي جيد جدا لازم يقى فيه مصمم للرأسات لازم يبقى فيه مصمم ملابس بيقى فيه تفاصيل كتير جدا بتخلي الفوزير عمل ناجح ومقبول ما اعتقدش ان العوامل دي كلها هتتوافر في هذه اللحظة مع حب الناس لفن الاستعراض يعني